تهتم الدولة بتقنية المياه لتقدم المواطن أو لتقدم له مياه أمينة ونظيفة مما دفع الحكومة لافتتاح المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحية والتي تم تجهيزها لتصبح أحدث معامل متخصصة في مجال التحليل الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والأوساط الترشيحية ووفقاً للمواصفات والمعايير المصرية والدولية تواصل الدولة جهودها في مجال تنقية مياه الشرب من خلال أفضل معامل معالجة المياه حيث تم افتتاح المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعد تطويرها والتي تقوم بدور هام في تنقية مياه الشرب وإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة والمطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها المنظمات الدولية وابتدنا في مشروع حياة كريمة في كثير من القرى احنا بنشد على يد زملائنا في الجهاز التنظيمي والهيئة القومية والشركة القابضة احنا يا جماعة محتاجين معدلات أداء استثنائية للانتهاء من خدمة الصرف الصحي لكثير من المواطنين اللي حرموا في الريف المصري من هذه الخدمة لفترات طويلة حصلنا على الايزو الإداري والايزو الفني للمعامل وبرضو بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وقعنا النهاردة أول بورتوكول مع الجهاز التنظيمي لمية الشرب الصرف الصحي لتحليل الأوسط الترشيحية والمية الشرب والصرف الصحي المعمل صمم على أحدث النظم الفنية مع مراعاة وسائل الأمان والسلامة المهنية حيث يتكون من خمس إدارات لإجراء كفة أنواع التحاليل والفحص المايكروسكوبي لرفع كفاءة المحطات والتأكد من سلامة المياه المنتجة إحنا النهاردة بنتكلم في الشكل وفي المضمون بنتكلم أن إحنا عندنا محطات وعندنا إنشاءات وعندنا مشروعات كبيرة جدا وعملاقة تم تنفيذها في هذا القطاع لكن مهم قوي كمان نطمن المواطن المصري على جودة مياه الشرب المنتجة لأنه هو ده اللي بيعلي سقطنا ولازم تبقى على أعلى المعايير اهتمام كبير بقطاع المعامل وذلك من خلال توفير كفة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة في إطار سعي الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل تقديم كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحي آمنة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري